خمسة آلاف عام واللغة المهرية ما زلت حية على لسان المجتمع المهري بها يتداولون مفردات الحياة فهي لغة الخطاب المحلي الذي يمثل ثيمة لغوية حضارية خاصة بهذه المحافظة اليمنية العريقة مثلاً إذا تريد أن تسأل شخص ما اسمك أو اسمك من تقول همك مون أيضاً مثلاً تريد أن تسأله عن كيف حالك فتقول لها وشوش هيت وشوش ذلبدك هيبوتيم الحساب مثلاً في اللغة المهرية يختلف عن اللغة العربية ففي اللغة العربية الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر لكن في اللغة المهرية نقول يتفاخر المهريون بلغتهم التاريخية ويصعون جاهدين إلى الحفاظ عليها من الاندثار وقد أنشأ عدد من الباحثين مركزاً متخصصاً في اللغة المهرية للتعريف بها وتوثيقها وتحويلها من لغة منطوقة إلى مكتوبة بهذه الطريقة بدأ المختصون كتابة اللغة المهرية وتحويل أصواتها إلى كلمات وتعد هذه الأحرف نماذج من اللغة التي يمهد هذا المركز لتوسيعها وتعليمها للأجيال القادمة اللغة المهرية سابقاً ربما يوجد لها نظام كتابي قديماً سواء كان كتب بالخطة المسند أو كتب بالخطة الثمودي وهنا شواهد في شعاب وهضاب محافظة المارة نقوش طلاسة موجودة جداريات موجودة كتبت بالخطوط المسندية القديمة هذا في القديم ومنذ ذلك الحين إلى الآن إلى العام الماضي كان لا يوجد لها نظام كتابي كان المتحدث باللغة المهرية يكتب اللغة المهرية بالخطة العربي بحكم أن اللغة المهرية هو الخطة المتداول وعند الجميع فيكتب لغته بالخطة العربي فنحن في السنة الماضية في شهر يونيو 2019 تم إقرار نظام كتابي لللغة المهرية اسميناها الأبجدية المهرية حيث تم اعتماد الأبجدية العربية الحروف العربية بحكم أن العامة الناس قد استخدموا من قبل إضافة إلى تمييز أصوات التي تتميز بها اللغة المهرية عن بغية اللغات من هذه الأصوات صوت إطلاع صوت الكع صوت الجع صوت صع صوت الشع وصوت كذلك الجيم يتحول إلى في بعض اللاجئة إلى القاء المهرية لدينا بعض الإيمالات كذلك اعتمدنا لها رموز بتحركة سواء كان سالم بالمهري نقول سيلم سيلم ثابت أو ثوبت إلى آخر يحتفل المهريون بيوم الثاني من أكتوبر من كل عام باللغة المهرية للتعريف بلغتهم ويتمنون بأن تحظى لغتهم بالاهتمام الحكومي باعتبارها موروثا تاريخيا لا يقتصر على المهرة فحسب بل للوطن بأكمله أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر